اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام موزون معاكم صورة احمد في حلقة جديدة ومميزة معنا ومعاكم استاذ محمد الجمل مدرجس اول لغة عربية مجستير طرق تدريس مؤلف كتاب البيان اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك استاذ صورة واهلا بستاذ مشاهدين منورنا ده نوريكا فنم الله يعزك عايزين نسأل حضرتك ليه معظم الطلبة بتعاني من مادة اللغة العربية وخاصة انفرع النحو اولا انا احب اعرف حضرتك وعرف السادة المشاهدين ان اللغة العربية دي اجمل لغات العالم وليها رونك خاص انها لغة القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى ميزها بهذا الرونك ولكن المشكلة بتاكمن مش في اللغة العربية في طرق تدريس اللغة العربية مازلنا حتى الان بندرس اللغة العربية على النظام القديم الاسلوب القديم مش النظم الحديثة لان احنا النهاردة في 2020 وصلنا لأكبر كم ممكن من التطور المتغير بين ثانية والثانية فده بقى بيأثر على الطلبة بشكل مستمر لانهما مش فاهمين النظام الجديد مش موضوعا احنا لسه ما زلنا بنتبق الطرق التقليدية القديمة لو قدرنا اللي احنا اثناء تدريس اللغة العربية نطبق النظام اللي قائم على الحكي او الغنوة او القصة الطالب عمره ما ينصق قاعدة النحوية او النص اللي درسوا حتى بعد التخرج لكن اللي هو الطرق التقليدية بيخلي الطالب اول ما يخلص السنة بتاعته يرمي الكتاب فهو ده المشكلة مش في اللغة العربية المشكلة في طرق تدريس اللغة العربية على الاساليب القديمة مش الاساليب اللي تواكي بروح العصر والله يا أستاذ محمد كان كذا حد بعت لنا على صفحة البنامج بيقول لنا لما عرف ان حضرتك تلع معنا انه هو عايز يفهم درس الممنوع من الصرف عنده مشكلة يعني في درس الممنوع من الصرف طيب أستاذ الصرف الأول لازم نعرف ما معنى كلمة متصرف متصرف يعني الكلمة تنون يعني هتيلي كلمة زي كلمة معلم معلم معلما معلمين معنى ان الكلمة قبلت التنوين يبقى كده كلمة دي متصرفة طيب في مجموعة من الكلمات ما بتقبلش انها تنون زي كلمة مستشفى أو ضحى معنى الكلمة انها ما تقبلتش بالتنوين يبقى دي ممنوع من الصرف فأنا قدر أقول للطالب عشان ياخد درس الممنوع من الصرف في حكاية أو في قصة ما درش ينساها ممكنهم أقيل له ايه أحمد رمضان يواجه المشاكل وهو غضبه سافر إلى بورسعيد تزوج فاطمة إبراهي وكان أسعد الناس وأنجب عمر ونادى وعلياء وبناته الأخر مسنى وسلس لو مسكنا كلمة 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 زي كلمة رمضان ده عالم ينتهي بألي فنون أي عالم ينتهي بألي فنون يبدا من نوع من الصرف زي عدنان طب بورسعيد لو هو ألاحظ ان كلمة بورسعيد دي كلمة بتتكون من شقين أي كلمة بتتكون من شقين برضو ممنوع من الصرف زي مرسا مطروح بورسعيد بعلبك نيويورك غضبان صفة بتنتهي بألي فنون أي صفة بتنتهي بألي فنون ممنوع من الصرف طيب هو تزوج فاطمة فاطمة ده اسم مؤنس أي اسم مؤنس ممنوع من الصرف إبراهيم علم أعجمي أي علم أجنبي زي يناير فبراير جورج أوباما ممنوع من الصرف طيب كان أسعد أسعد صفة على وزن أفعل زي أكبر وأصغر وأحسن طيب أي صفة على وزن أكبر وأصغر وأحسن ممنوعة برضو منين من الصرف طيب هو أنجب مين أنه عمر أي علم على وزن فعل زي عمر وجوحة وهبل ممنوعة من الصرف وندى وعلياء طيب علياء لو بصرنا أخيرا ألف وهمزة أي اسم أخره ألف وهمزة زي كلمة علياء أو هيفاء أو صحراء برضو ممنوع من الصرف ده درس الممنوع من الصرف لو قدرنا نقوله للطالب في قصة عمره ما ينساه حتى لو بعد موضوع حتى لو بعد التخرج أنت من رأي حضرتك يعني أنه هو لو بسطنا له أكتر من كده هيبقى ده أفيد للطالب طبعا على أساس اللي إحنا النهاردة الطالب بيرفض قاعدة الحفظ أو التلئين عايز قصة أو أغنية يفضل فاكرها بيها حتى بعد التخرج بجد إحنا بنشكر حضرتك يا أستاذ محمد الجمل شرفتنا وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا وانتظروني في حلقات كتيرة في برنامج كلام موزون بقى حاجات مختلفة وأحاديث كتيرة جدا وإلى اللقاء